بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلد لازمنا أحبتي في حديث الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما يقول أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمة إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر سؤال آخر كما أسلفت في الحلقات الماضية أنه هناك أيضا أسئلة حول هذا الموضوع إذا كان الإمام يخرج وقد أو خرج وقد قتل إذن أين الإصلاح في هذه القضية أين يكون الإصلاح إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الجواب على هذا أولا فمقدمة على مفردة الإصلاح هناك كلمة الصالح وكلمة المصلح كل واحد من عندنا يجب أن يتمتع أو تتمثل في قضية الصلاح نخاطب أبو الفضل العباس السلام عليك أيها العبد الصالح كيف صار عبدا صالحا؟ المطيع لله ولرسوله ولأمين المؤمنين ولفاطمة الزهراء والحسن والحسن إذن صفة الصلاح لا بد أن نتمثل بها أو نتلبس بها نتميز بها صفة الصلاح هذا الإنسان الصالح يكون محبوبا مقبولا في المجتمع إذا تحول هذا الصالح إلى مصلح بالنتيجة يمكن أن يبغض من قبل المجتمع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان ينعت بالصادق الأمين جاء الصادق الأمين قال الصادق الأمين حتى قريش كانت تستأمن أموالها عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث بالدعوة الإسلامية أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ماذا حصل؟ تحول إلى ساحر إلى مجنون إلى والعاذ بالله كذاب وبغض وجوبه وقاتلوه وشردوه يعني أخرجوه نفوه من مكة أخرجوه من مكة النبي صلى الله عليه وآله أرادوا قتله فخرج بأبي وأمه وإلا هم لو كانوا قد ظفروا به لكانوا قتلوه إذن هنا الصالح والمصلح خرج النبي لأن الناصر لأن الناصر قد مات حينما مات أبو طالب نزل جبرايل قال أخرج فلقد مات ناصرك وأيضا ظلموا المسلمين الذين تابعوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن هنا تحول كان صالحا كان محبوبا حينما تحول إلى مصلح ونعتوه بتلك النعوت الظالمة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إذن أحبتي هنا الإمام الحسين أيضا خرج لطلب الإصلاح حينما أراد أن يصلح ماذا صنعوا به قتلوه وأي قتلة قتلوه لم يقتل أحد مثله في التاريخ فهنا نسأل إذا كان الإمام قتل أين الإصلاح في هذه القضية ليس شرطا أو لزوما أن يكون الإصلاح آنيا إنما يكون الإصلاح بعد ذلك والآن نعيش حالة الإصلاح بقية الدين بقية الصلاة بقية الصيام بقية الحج خرج الإمام لأن يزيد أمر أن يقتل حتى وأن كان متعلقا بأستار الكعب الإمام خرج وحافظ على قدسية أو قلاسة الكعب حتى لا تنتهك حرمته يقتل فبعد يصبح قضية سهلة إذا ابن رسول الله قتل بعد على غيره تكون قضية سهلة خرج حفظ قدسية الكعب الله تعالى جعل قبره قبلة للمسلمين وجعل أفئلة من ناس تهوي إليك واجعل أفئلة من ناس تهوي إليه عفظ فإذا أحبتي ببركة وجوده بقي الدين وبقي الإسلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر الإمام الصادق حينما يشهد لجده أنه أقام الصلاة يعني يريد أن يقول يا جد أنك تصلي لا إنما يريد أن يقول لو لاك يا أبا عبد الله لما بقي معنا للصلاة للصيام للحج إذن هذا الإصلاح وبدأت الثورات تتوالى على الظالمين يأخذون من ثورة الإمام الحسين منهلا ومشعلا ليستنيروا أو ينروا دروبهم أمامهم ويقفوا بوجه الظالم لذلك الإمام الحسين أرعب الظالمين وهو في قبره كل ثائر يرعب الظالمين وهو حي إنما الإمام الحسين أرعب الظالمين وهو في قبره أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر